هل يمهد هذا القرار لاتخاذ إجراءات من جانب المحكمة؟ هل ستقوم السيدة بن سودة بإجراءات فورية؟ هل نحن أمام غلق لملف عدم محاسبة إسرائيل وأفلات مجرميها من العقاب؟ أولا دعنا نتفق أننا نحن أمام لحظة تاريخية فارقة هناك قرار ذو دلالات كبيرة جدا أولا طال انتظاره وقد مورست على المحكمة جميع أشكال الضغوط السياسية وغيرها حتى أن السيدة فاتو بن سودة المدعي العام وضعت ضمن قوائم المصنفين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة الرئيس ترامب نعم ومنعت من تأشفة دخول إلى الضغوط الأهمية كبيرة جدا ومنعت نعم هي وبعض من مساعديها وكذلك الحال ما تعرضت له السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان أيضا من حملات استهدفت نزع المشروعية الأخلاقية والقانونية والسياسية عن هذه المؤسسات بالنظر إلى أنها اقتربت من الخط الأحمر وهو المطالبة بالمسائلة القرار مهم كونه يفتح الباب الآن بشكل كامل نحو التحقيق التحقيق ليس بذاته والمحكمة بالنسبة لنا كفلسطيني ليست بذاتها المحكمة هي الفضاء الحضاري الذي قبله المجتمع المتحضر العالم المتحضر جماعة الأمم المتحضرة للنظر فيها كذا نزاعات العدالة مغيمة في هذا المكان من العالم وهناك عملية منظمة من عدم تحقيق العدالة والنصف للضحايا والضحايا بعد ما يكونون الآن عن الوصول للحد الأدنى من ذلك القضاء الإسرائيلي يقاطع الضحايا بعكس كل أي قضاء في العالم عادة الضحية يقاطع القضاء بادعاء أنه غير مستقل في حالة الفلسطينيين القضاء الإسرائيلي هو من يقاطع الضحايا الآن أين يمكن اللجوء؟ لم يعد من خيار سوى المحكمة الجنائية وتوفرت كل الأسباب والشروط لأن نتقدم إلى المحكمة أصبحت فلسطين دولة في العام 2012 توفرت لها شخصية الدولة التي تمكنها من التوقع على اتفاقيات ما فيها اتفاقيات رومان وبالتالي في 2012 أصبحت فلسطين دولة 2014 انضمينا ثم بدأت العملية أحيل الملف لاحقا في 2018 عقودا أنتظر من المدعية العامة أن تبشر التحقيق لكنها ارتأت أن تنظر في موضوع الولاية المكانية لتحصين موقفها أو لعدم إثارة الموضوع في مرحلة لاحقة من التحقيق ولكن الآن المحكمة قالت قولتها الدائرة التمهيدية بأن الولاية المكانية للمحكمة تنطبق على أرض دولة فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس وبالتالي الآن نحن ننتظر الشروع في التحقيق ولماذا التحقيق ولماذا المحكمة؟ أولا لا يمكن أن نترك الضحايا دون حد أدنى من العدالة والنصفة وبالتالي لابد من ملاحقة من ارتكب الجريمة ومن نفذها ومن أمر بها هي جرائم حرب تندرج تحت الولاية الموضوعية للمحكمة وبالتالي المحكمة عليها الآن أن تأخذ المبادرة بهذا الشأن وبالتالي هناك أساس موضوعي وثانيا لا يمكن ترك المدنيين هكذا دون حد أدنى من الحماية حد أدنى من الرادع لدولة الاحتلال عما ترتكب لأنه كلكيت أول مرة 2008 ثم 2012 ثم 2014 كلكيت أول مرة وتاني مرة وتالت مرة والأسوأ قادم إذا ما استمر الوضع عليه هل يمكن ترك المدنيين هكذا أنا أعتقد أنها هي لحظة حقيقة لم يعد ذلك مقبولا أبدا ونأمل أن يشكل قرار فتح التحقيق خطوة على طريق ردع دولة الاحتلال بأنه من يأمل العقاب حتما يسيء الأدب وبالتالي لابد من أن يكون هناك نوع من أنواع المسالة دولة الاحتلال منذ العام 67 إلى يومنا هذا ترفض التعاون مع ما هو أقل من محكمة ترفض السماح للجان تحقيق التابعة للأمم المتحدة ترفض السماح للمقارنة الخاص بالدخول إلى الأرض المحتلة وترفض التعاون معهم والآن المحكمة بالتأكيد سوف تنظر لها بأنها مسيسة ولن تتعاون ولكن أستاذ عصام هذه العدالة المتأخرة نعم هذه العدالة متأخرة ما هو أثر مدافعة أو دفاع الولايات المتحدة هذا الموقف الأمريكي المساند دائما لدولة الاحتلال هذا القرار يتحدث عن 123 دولة ربما هم أعضاء المحكمة الجنائية الدولية والولايات المتحدة كما تحدثت حضرتك تمارس الضغوط على أعضاء هذه المحكمة منع بن سودا وعدد من مساعدها من التأشيرات يعني يبدو أن روح ترامب روح اليمينية الشعبوية العنصرية لازلت قائمة حاضرة في البيت الأبيض بكل أسف نحن الإدارة الجديدة نأمل أنها وبالضرورة يجب أن تكون في افتراق عما ترك من إدارة ترامب من أثار كارثية على ما بدلنا أنه ثابت بعد الحرب العالمية الثانية شكل العلاقة مع المجتمع الدولي العلاقة مع كل المؤسسات ذات العلاقة مع القانون الدولي مع العلاقات الدولية المستقرة أن يأتي موقف الولايات المتحدة بهذا المستوى أعتقد أنه أولا لن يغير من الأمر شيء بالنظر إلى أن القرار قد صدر قضية الأمر والآن نحن في انتظار أن تمارس وتقول المحكمة كلمتها بمعنى الشروع فورا في التحقيق والولايات المتحدة كانت ولازالت جزء من المشكلة في هذا الموضوع نعم نأمل أن يتغير ذلك الموقف لأن الموضوع هو موضوع عدالة هذا التوظيف النفع السياسي والكيل بمكيلين في مراطق في فلسطين هذه الحماية المستمرة للولايات المتحدة لكيانة الاحتلال